رأس الأمين العام لوزارة الصحة العامة ترأس اختتام عمال الورشة حول عرض حصيلة البرامج أو البرنامج للعام المنصرم 2016 تفاصيل الخبر لادة عبدالله هارون بعد مضي يومين من فعاليات عمال الورشة المتعلقة بأرض حصيلة كافة البرامج والمشاريع المنفذة لعام 2016 بوزارة الصحة العامة هذا وقت قرج المشاركون من عمال الورشة بعدة قرارات وتوصيات منها وضع استراتيجيا للنظوم الصحية في مجال مكافهة الأمراض الوبائية والمعدية وعيداد وتنفيذ برنامج هادف لمكافهة الأمراض والوقاية منها الأمين الآمن نائب بوزارة الصحة العامة واجو أمي في كلمته القتامية أشاد بدور الشركاء الفنيين والماليين في مجال التنمية الصحية موشيرا إلى أن وزارة الصحة العامة تسعى إلى تعزيز حماية المواطنين من تلك الأمراض الوبائية وتقديم القدمات الصحية والوقائية والعلاجية لكافة شرائح المجتمع ضمن المعايير العالمية وأحدث الأبحاث العلمية والمعرفة وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية الصحية بالبلاد وعليه فإن أغلى ما تواجهه الوزارة نقص الميزانية وعدم وجود موارد بشرية مؤهلة وتوفير الإمكانيات اللازمة للقدمات الصحية بالبلاد